موسيقى موسيقى قرارات مجلس وزراء الاحتلال المصغر الكابنت تضمنت ما يسمى شرعنتها تسع بؤر استيطانية غير مرخصة طبقا لمفهوم الاحتلال اثنتان من هذه البؤر مقامتان على اراضي محافظة الخليل واثنتان في بيت اللحم واثنتان في رامالله ومستوطنة واحدة في كل من اريحة ونابلس وقلقليا وعقب وزير المالية والوزير في وزارة جيش الاحتلال يتسل ايل سموتريتش على قرار مجلس الكابنت بالقول انه تم اتخاذ قرار بترخيص تسع مستوطنات على الفور كمستوطنات جديدة ومصطلح بؤر استيطانية غير قانونية يستخدمه جيش الاحتلال واعلامه للدلالة على المستوطنات التي يقيمها المستوطنون بمبادرة ذاتية قبل الحصول على تصريح بناءه وهي في الغالب معاقل لتنظيم جباية الثمن الارهابي الذي ينفذ هجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم وبحسب قرار الحكومة الاسرائيلية فان الامر بالعمل على تنفيذ اعمال تشييد البنية التحتية وبناء المباني العامة في المستوطنات التسعة الجديدة يقع على عطقي وزير النقب والجليل على ان يتم تشكيل قسم خاص لهذه المستوطنات في هذه الوزارة وسيتم ربط المستوطنات الجديدة بالمياه والكهرباء وتشييد المباني العامة الضرورية والبنية التحتية الاساسية داخلها وكذلك شق الشوارع الاستيطانية لربط تلك البؤر بباقي المستوطنات وستخصص حكومة الاحتلال ما يقرب من 300 مليون شكل هذه المستوطنات وستكون هذه الاموال من ميزانية ما تسمى وزارة النقب والجليل وما تسمى وزارة الامن القومية كما جاء في قرارات كبنة الاحتلال ان المجلس الاعلى للتخطيط سيجتمع قريبا للمصادقة على نحو بناء 10 الاف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية على حساب اراضي المواطنين اضافة لذلك قرر كبنة الاحتلال تكثيف استهداف شرطة الاحتلال ومخابراته للمقدسيين والاستعداد لاطلاق عدوان عسكري موسع في ارجاء الضفة الغربية